لقاح الصيني دلوقت يا دكتور هندخل على اللقاح ايه ما رحله يعني مر بتجارب سريرية ايه عدد الناس لانه البعض بيقولك لما ده يبقى لقاح صيني المفروض يكونوا جربوه على مليون بني ادم على الاقل يعني وهم ده حصل بالفعل ده حصل بالفعل في عندي اربع لقاحات بدأت بهم الصين فيهم تلت لقاحات بيعتمدوا على الفيروس نفسه او بعض بروتينات الفيروس اللي بيحصل لها عدم نشاط بشكل معين او كيلينج ان انا اموتها بشكل معين او اضعفها بيسموه الان اكتيفيتد او الكيلد فيروس او الاتينويتد فيروس ودي بتتعامل بعض الاشياء اقول بنفسجية وزراجات الحرارة وبعض التيمويات بحيث ان انا احصل على فيروس بارتكيل جسيمات فيروس ضعيفة جدا ما تقدرش تحدث مرض شديد ولكن تقدر تحدث حس للجهاز المناعي ان هو يبدأ يتعرف على هذا الفيروس ويبدأ يطلع على الاكتاب النظام دول ثلاثة وفيه النوع الرابع اللي بيعتمد على المادة الورسية للبيض الفكرة بتبدأ بحاجة اسمها البريكلينيكا الاستادي وده عملته الصين بالفعل ممكن من شهر اثنين ولا حاجة وحاجة اسمها الكلينيكا الاستادي بريكلينيكا لاننا ابدأ اضرب على مستوى الخلايا وحيوانات التجارب اثبت فاعلية وكفاءة ابدأ ادخل بقى المرحلة الاهم والاكبر والادق والاعقد وهي مرحلة التجارب السريرية عشان الناس تفهم القصة بتمشي ازاي التجارب السريرية او الاكلينيكية اننا ببدأ بتلت مراحل مرحلة اولى مرحلة تانية مرحلة تلتة مرحلة اولى بختبر كفاءة اللقاح وتأثيره وقدرته على حس اجسام مضادة ومناعية في جسم الانسان وده بيبقى عدد قليل من المتطوعين ممكن يبقى 100 او 200 وده عملته الصين بالفعل بعد كده مرحلة تانية اننا ابدأ ازود العدد شوية المتطوعين وابدأ ادرس جرعات مختلفة وابدأ ادرس اعمار مختلفة وابدأ اقعد عريضة جدا المتطوعين مع مختلف حالاتهم المرحلة التالتة وده اللي عملتها الصين بالفعل على مليون 450 الف مواطن ده حصل بالفعل داخل وخارج الصين عشان نتكلم بدقة داخل الصين وفي بعض الدول ايضا تطوعت في المراحل السريرية التالتة على اللقاح الصيني منهم الامارات ومصر وبعض دول امريكا اللاتينية وخلاله اثبت فاعلية بشكل كبير جدا تتجاوز 90% واثبت امان بشكل كبير جدا المرحلة اللي بعد كده نقدر نسميها مرحلة تنظيمية بشكل كبير وهو اننا الداتة دي بقى تتجمع وتبدأ تتعرض على المجتمع العلمي وتتحكم وتتنشر بعد كده ابدأ اخذ او تصريح لهذا اللقاح من الف دي اي ومن منظمة اختحر العالم